الأزمة البطالة كما قال التقرير ربما كانت من أكبر الأزمات التي عاناها ولا يزال يعانيها الاقتصاد الفرنسي في 2015 الأسباب وكيف واجهتها الحكومة الحقيقة حضرتك أهلا وسهلا بكم أستاذا مشاهدينك الكرام في البداية لكن بالنسبة للموضوع الاقتصاد الفرنسي الحقيقة فرنسا ما زالت تدور في فلك الأزمة التي حدثت منذ 2006 وليس في 2008 وكانت هي أزمات مرحلية ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة إجراءات لتعديل الأداء أو عادة هيكلة الاقتصاد بشكل أو بآخر لكن خلينا نيجي على سبيل المثال ل2015 نحن عارفين أنه كان الكلام عن واحد واحد من عشرة وارتفاع معدلات النمو ده خطاب من نهاية عهد ساركوزي ما وعد به الرئيس أولندو وحكومته واحد واحد من عشرة طبعا لم يتحقق وصعب أن يتحقق حتى بنهاية أرقام 2015 ستصدر في بداية 2016 لكن هو يعول الآن على توسيع الاستثمارات الداخلية بمقدار واحد ونصف في المائة حتى يستطيع أن يحقق معدل نمو هو طبعا يتحدث عن أن واحد واحد من عشرة في المائة سيعالج نسبة البطالة هذا كلام غير صحيح وكلام للاستخدام السياسي طاقت حتى يستطيع أن يعالج مشكلة بطالة مرحليا لابد أن يصل إلى معدل نمو يتجاوز ما بين 2 إلى 2.5% موضوع توسع البنوك في الإقراض داخليا قد يسبب أزمة في القريب العاجل لأن هناك بنوك على شفير الهاوية داخل فرنسا والحقيقة كمان فرنسا متأثرة بشكل كبير بالمشكلة مع المفاوضية الأوروبية تعلم حضرتك أن المفاوضية الأوروبية لا تسمح بتجاوز أن يكون العجز في الموازنة أكتر من 3% وفرنسا النهاردة بتتكلم في حدود عجز 6% وبعد أحداث باريس بتطلب من المفاوضية الأوروبية أن تتجاوز عن هذا العجز بسبب انفقاتها الأمنية التي توسعت فيها بشكل أو بآخر لكن خلينا أقول حضرتك أن هناك مشكلة عويصة جدا في الاقتصاد الفرنسي منذ سنوات وليس من عهد أولندا فقط لا توجد صناعات صغرى ومتوسطة بالقدر الذي يسمح بدعم الاقتصاد بشكل كبير أن يتحرك نعم أضف إلى ذلك ضعف القوة الشرائية وضعف ثقة المستهلكين كما قال التقرير ربما تقف حجر عثرة أمام مزيد من الاستثمارات المحلية كما تفضلتم ثم جاءت أحداث باريس لتعمق الجراح ماذا تقول الأرقام بشأن خسائر الاقتصاد الفرنسي جراء أحداث باريس وتداعياتها خلينا أقول حضرتك شخصت الحالة إلى ما قبل 13 نوفمبر وما بعد 13 نوفمبر بعد 13 نوفمبر طبعا خسرت فرنسا كانت تتوقع قدوم استثمارات في حدود 30 استثمارات أو ما يطلق عليه تضفق النقدي المباشر هي خسرته بسبب أحداث باريس من السياحة ومن الاستثمارات التي كانت من المفترض أن تتكلم في حدود 30 مليار استثمارات دول كانوا ينعشوا الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير دي كانت أموالها تيجي من الخارج نتجة عن جوالات مانويل فالسو الرئيس الفرنسي واتصالات دبلوماسية كبرى وإن كان بعض الصفقات العسكرية التي عقضتها فرنسا مع دول شرق أوسطية هي التي تبقي الحال في منتصف الطريق حتى الآن لكن الأرقام إذا حضرتك عاوز أرقام محددة كانت تتوقع حدود استقبال 30 مليار يورو استثمارات طبعا توقف الجميع خسرت من السياحة ما يقترب من 10 مليار وده رقم مرعب جدا لأن السياحة حضرتك تعلم أن الفرصة أو السائح لا يوفر فرصة واحدة ولكن توجد عدة قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي لكن أمام فرنسا أن تعدل وسريعا هيكلة اقتصادها وأن كنت أرى أن التحرك الحكومة الفرنسية في هذا الاتجاه بطيء جدا في إدخال صناعات متوسطة أو ما يطلق عليه الصناعات المغزية لصناعات أخرى وأن تستثمر فيها هذا المخرج الوحيد لفرنسا في السنوات القادمة وإلا أنها تكون في وضع صعب جدا إذن كيف تتصور أو تتوقع المشهد في 2016 ونحن على مشارف بداية هذا العام بالنسبة للاقتصاد الفرنسي الحقيقة حضرتك هو المشكلة أنه كانت بتعول فرنسا على قدوم استثمارات من الصين بشكل كبير في 2016 لكن أعتقد مع طباط النمو يجب على باريس أن تعلم أنه ربما حتى إذا قدمت الصين بما كان متفق عليه لا يكون بحجم المباري اللي اتفقوا عليها وربما لا تأتي نهائيا إذا توطرت الأوضاع في أوروبا أكثر من هذا لأنه حتى خلينا أقول لحضرتك رقمين مهمين جدا أنه فيه 52 مليار عاجز موازنة وفيه تحمل فرنسا لديون اليوناني اللي أصبحت ديون حكومية ولم تعد ديون مؤسسات مالية فقط بتتكلم فوق برضو حدود 51 مليار فالمسألة أعمق من أنه يتكلموا عليها يعني إحنا بنحتاج أن باريس تحتاج أو فرنسا عموما تحتاج إلى استقبال ما يربو على 100 مليار متدرجة أو على شرائح حتى تستطيع الإفاقة ومش في 2016 بنتكلم في حدود 2018 أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الألفي المحل الاقتصادي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الفرنسية باريس ترجمة نانسي قنقر